أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقيون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إبقى ليوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أو ضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به ويخاف أن يأكله الذئب وأنتم عمل غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشا يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادنا دلوة قال يا بشرى هذا ظلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشعوه بثمن مخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لغراته أكربي مثواه أكربي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغا شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتنك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآه هان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقوا الباب وقدت قبيصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودت لي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قبيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلن أرى قبيصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي نمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن نواك من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السبيع العليم ثم بدى لهم من بعد ما راه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام توزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني توكت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآفرة هم كافرون واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربهم خمرا وأما الآخر فيسلق فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه لا جن منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبت بالسجن بطع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع صنبنات حضر ونخر يابسات يا أيها الملوفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أوجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يقاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة ارجع إلى ربك فاسألهما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خضبكم إذ راوتتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال ما دعلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين 113. وما أبرئ نفسي إن النفس لا نارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 114. وقال الملك اتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 115. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 116. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 117. نصيب برحمتنا من مشاء ولا نضيع أجر المحسنين 118. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 119. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 111. ولما جهزهم بجهازه قال اتوني بأخ لكم من أبيكم 112. ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين 113. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرطون 114. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 115. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها 115. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 116. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا بنع منا الكين 117. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 118. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 119. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 110. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي 111. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعيد 112. ذلك تيل يسير 113. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم 113. فلما آتموا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل 114. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 115. وما أغني عنكم من الله من شيء 116. إلي الحق إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوتني المتوكلون 117. ولما دخلوا من حيث ومرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء 118. إلا حاجة في نفس يعفوب قضاها 119. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 119. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه 110. قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون 111. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه 112. ثم أذنوا أذنوا الأيتهم العير إنكم لسارقون 113. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 114. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير وهوان به زعيم 115. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 116. قالوا فما جزاؤه إنكم كاذبين 117. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 118. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه وعاء أخيه 119. كذلك كذنا ليونسف ما كان ليأخذ آخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 110. نرفع درجات من مشاء وفوق كل ذي علم عليم 111. قالوا إن يسرق فقد سرقا خله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 112. قالوا أنتم شروا مكانا والله أعلى بما تصفون 113. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا 114. إنا نواك من المحسنين 115. قال معاذ الله أم أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن نائدا لظالمون 115. فلما استيئتوا منه خنصوا نجيا 116. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 117. ومن قبل ما فردتم في يوسف 118. فلم أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله 119. وهو خير الحاكمين 111. إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين 112. واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون 113. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل 114. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم 115. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيرضت عيناه 115. وبيضت عيناه من الحسن فهو كريم 116. قالوا تواه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 117. قال إنما أشكوا بثي وحثني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 118. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه 119. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 119. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 111. وجئنا ببطاعة مزجات فأغفلنا الكيل وتصدق علينا 112. إن الله يجزي المتصدقين 113. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 114. قالوا وإنك لأنت يوسف 115. قال أنا يوسف وهذا أخي 116. قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجرى المحسنين 117. قالوا تالله لقد أفوت الله علينا وإن كنا لخاطئين 118. قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 119. إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا 119. وأتوني بأهلكم أجمعين 110. ولما فصلت العير قال أفوهم إني لاجد ريح يوصف لو لا تفندون 111. قالوا تالله إنك لفي طلالك القديم 112. فلما جاء البشير وانقاه على وجهه فارتد بصيرا 113. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 114. قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 115. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 116. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا بصير إن شاء الله آمنين 117. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا 118. وقال يا أبتي هذا تأويل رغياي من قبل قد جعلها ربي حقا 119. وقد أحسن بي إذ أخرج لي من السجن وجاء بكم من البدو من بعض أن نزوى الشيطان بيني وبين إخوتي 110. إن ربي لطيق لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 111. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 112. فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين 113. ذلك من أنباء الضيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 114. وما أكفر الناس ولو حرصت بمؤمنين 115. وما تسهمهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين 116. وكين من آية في السماوات والأرض يضرون عليها وهم عنها معرضون 117. وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون 118. أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة كبرتة وهم لا يشعون 119. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 110. وما أوسلنا من قبلك إلا رجالا موحي إليهم من أهل القرى 111. أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 112. ولداهم آخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 113. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 114. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 115. لقد كان في قصصهم عبعة لأولي الألباب 116. ما كان حديثا يخترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 117.فش